مشاركون في الاجتماع السنوي لمجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط يؤكدون بالرباط على أهمية المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي ودورها في تعزيز التكامل الإفريقي هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث ودراسة مسارات التنمية في هذه البلدان وكذا لتسليط الضوء على الدور الذي طلع به المغرب في تفعيل هذه الدينامية من خلال المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي الرمية إلى جعل المنطقة الإفريقية الأطلسية فضاء للأمن والرخاء المشترك هذه المبادرة التي أخذناها في إطار العمل دقوب في مجموعة البحث تصبو إلى إلقاء الضوء حول الموضوع المهم للمغرب كان نخذ المبادرة حول المبادرة الملكية حول المحيط الأطلسي والساحل والهدف هو إعطاء فرصة لدول الساحل لكي يكون لديهم إطلال على البحر المحيط الأطلسي المتدخلون خلال هذا اللقاء السنوي قدموا قراءة للواقع الجيوسياسي وقضايا الحكامة من خلال هذه المبادرة في أفق جعل فضاء الجنوب الأطلسي رافع للتنمية الجماعية للبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي هذا الملتقى عنده أهمية بالغة لأن أولا سيتم الحديث خلال هذا الملتقى عن المبادرة الملكية مبادرة الملكية مهمة التي أصبحت تبين الدور الرائد الذي يلعب المغرب على مستوى الصعيد الأفريقي هي مبادرة الدول الأفريقية المشياطة على المحيط الأطلسي وهي ليس فقط لم تعد مبادرة بقدر ما أصبحت دينامية جديدة دينامية جهوية وهذا جديد في أفريقيا هذه المبادرة في الحقيقة هي من المبادرات ومن المؤشرات على جدية السياسة المغربية نحو أفريقيا وأنها ليست مجرد استلاك سياسي أو تصريحات موسمية إنما هي بالفعل القيادة المغربية صاحب مواقف وصاحب أقوال وعمال فالمبادرة الأطلسية للمغرب تؤكد من جديد أن المغرب بالفعل يعني ما يقول هذه المبادرة تبلورت لتشكل علامة فارقة جديدة في مصار التكامل الإفريقي وتعزيز الذكاء الجماعي الذي من شأنه إرساء حكامة جديدة ووضع مشاريع جماعية وتدبير التحديات والأزمات بشكل مشارك